كيف تفهم عمر؟ أنا بشكوره والله كابتن فهم عمر ده يعني حاجة رجل محترم بحب وانا عمالك نحاكم جميل طبعا من الحكامة من أحسن الحكامة دي حقيقة دي حقيقة قمانة الله يعني بسرعة ربنا طيب وإحنا بنتكلم كده أنا معنا تأرير كمان فيه كابتن مصطفى نجم نجم النادي الترسانة مصطفى طه اللي هو نجم النادي الترسانة هنشوف مصطفى طه يقول لك كيم لا ولا إيه دي بقى في مرة إيه دي دي كان ماتش 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 في الاستاذ اتحاد سكندرية ولا بقريبا ممكن اتحاد أوه اتحاد اه ما أدك الواقف على يمينك ده كانت تبوبه لا 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 ده الشيربيني ده كان باك بتاعنا بتاع الترسانة اه بتاع الترسانة بس اللي جنبه بقى ما تعرفش مين يعني واحد 11 كلا من ماشي من جنبه يعني شوف الحرقات كنت تعمل ازاي دي كنا في غوز لافية دي بقى في غوز لافية اه ده بردك كسبنا اتين سفر وكابتن الخطيب بقى عمل ماتش هو اللي حط جنين ومعندك فيها موحية هو في السورة موحية عثمان وعندك فاروق جعفر ده فاروق ده ده موحية ده اه وكابتن هاني اللي وراه هاني مصطفى كابتن هاني مصطفى ايوه برابع ليه اه فالخطيب جاب جنين بقى في الماتش جنين حاجة ما شاء الله ده كان سنة كان وفاكر السورة ده كان معسكر هو مثلا قبل اله يعني سنة ستة وسبعين ستة وسبعين قبل ما كنا حنروح ندعب الماتش بتاع تونس في تونس اه بتعنا فيه من كاس العالم فاكر السورة دي ده بردك اه ده يغوز لافية برده يغوز لافية اه اه اللي قدامك انك ده سعيد عبد الجواد تقريبا اه اه انا باخده بالشبه كده دي بقى لها عندي حاجة ذكره جميلة شوف حتى التعبيب بتاع الوشوش كلها شوف الكابتن ماهر لا ده انا ده حكك على دي كابتن ده من مراد ده هو بتاع بتاع تونس بتاع تونس كان لعب جامد كان فرود ما شاء الله كان جامد ده شكرون ده هو اللي كان بلعب ناحة الشمال لاشوال اه اه في الكرة دي شوف في كابتن شوء حسين ده ده كابتن شوء حسين كابتن أحمد ماهر كابتن أحمد ماهر بقى اللي وره دي شوف الصورة عاملة زي ايه ده شوف الصورة دي عاملة زي مانا بولك تعبيرات غير عادية لأ وشوف ناطرت حتى دولة بقى اكسب نامو 20-0 في ملعب ناس زمالك شوف ناس زمالك كان عامل دي زي كابتن مصابر يا حول الله شوف الجمال والحلاوة لا شوف الصورة عاملة زي شوف انا طالع واخد رجليا واخد بالمربة زي شوف احسين بالبوكس في وش لا 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 ده انا اواخد انا اواخد شوف ايدي رجليك وشوف ايدي رجليك كمان فين والشمال رايح على الكورة لكن البوكس ده انا مرة في اسيوبيا بقى كابتن مصطفى يونس وكان فيه كنا باللعب احنا اسيوبيا في مصر سيبناهم 3-0 وروحنا هناك سيبناهم 2-0 اللي حط اللي جوان خمسة جوان الكابتن الخطيف في الثلاثة في مصر يا لاي جابي ده او ما شاء الله اه ده انا ده كان حاجة فكان مصطفى يونس جايه قال لي اللي وقت كان فيره كده وبتاع قال لي ده بيضرب وبتاعه قطوله كان فيه ضرب كره علينا وبتاعه قطوله سيبه بس خدت والله العزيزم اللي وقت ده مشهور جدا انا خدت كمية ازايز مية وانا طالع بسبب عشان اللي وقت ده رخت طالع واخده هو مصطفى يونس ويمتون في الارض واخده كرة واخده ونزلت بيه بس نزلت عليهم بقى نزلت عليهم وانا في العالي كده رحت واخدهم الاتنين بس الوقت التاني بقى هو اللي يعني خد البوكسي التمامي يعني رأت جال الاسعاب بقى كانت عاملة زي البتاع ده وبتاع النقالة دي النقالة وبتاع وراحوا شايدين واكتم بعد واكتم مصطفى ما خلص الماتش اقسم رب العزيزم خدت كمية شركة الباية كلها اتضربت عليك مصرح الازايز طي ودي الصورة دي دي بردك اغوزلافيا اغوزلافيا دا كان معسكر هناك عنا 25 يوم ايو 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 في صور تانية يا شباب في المعسكر دا كنت نايم انا وكتم محمود الخطير ما انا بقولك احنا في المعسكرات كنا ببقى مبسوطين او ان احنا هنقعد مع بعض دا لعنا حاكك هما قالول ايه الخطيبة قال ايه دي بقى كان في نادي الجزيرة في التمرين الصبح كانوا جايين يصوروني وبتاع فقالولي الورا دا اسمه سادي البنة ايوه دا كان على طول بقى ايه يعني لازم المنتخب على طول يعني كان معنا بيمشي معنا هنا بتنتمرن ويجي معنا هنا كده يعني بس سورة بهلونية دا حاجة ماشى الله حاجة بهلونية ماشى الله رب نيديك العمر ومستحى أهذا رب نيخليه كابتن مصطفى طيب احنا معنا اه كابتن مصطفى طاها هنشوف هيقول ايه نا شكل ودرجع ثاني لان الصور والحاجات دي وماشى حبيبي ومأحنا حظنا معظم اللعيبة بتاع زيما الحظوش انه مفيش متيريل، افلام عشان نور الناس العظمة وبيقول لي اجيال كثيرة جدا اجيال كتيرة اتحرمتم من مشاهدة كابتن حسن علي كبهلوان سيرك كبهلوان حركات تليفزيون كل ما يخطر على بالك وكان يقول لي ايه ابقى بينه اللي اجبت فيه الجول هو قالها اه هفكروا بيها دلوقتي هو قال لي الكلمة دية الخطيب عملها لي من نص الملعب وهو طالع من جون عملتها بدماغي لا لا اقول لعبيرتك المطي ده بتعبول اكتر مش انا بتعبول اكتر كسبتونا 3-0 فيك انت يا حبيب لا والنبنا انا جبت انا انت حسنين بقاللك مجمعك كرثين في عمولتك شاك اه بس انا الكرة دية لماذا هو؟ وقال لي ايه امان لو جبت او 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 دخلت التمانقاس اه لا اه كبتو فانا جاي قاطع من نص الملعب وياريت يا شبه فتلاقوا الجول ده موجود ده علي عندكو الكرة بتتلعب من نص الملعب الكبتو خطيب وانا قاطع من برا وانت طالع انت كنت بتغسع قاطع يعني ماشاء الله بالسرعة بتحتك كتاب وفريقينة تركبوا علي معلش معلش